السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في الدرس السابع والعشرون من دور تعليم إضافة الوايكو أرش هذا الدرس سألكم بعنوان طريق تعمل التأثيس الأوتوماتيكي للحمامات المراحض العمومية بضغطتين وهذا على برنامج أوتو لدي هنا أربعة جدران سأقوم بتطبيق الشرح عالية ملاحظة فقط سنعمل في هذا الدرس على وحدة السنتيمتر حتى أثبت أن هذه الإضافة تعمل على جميع الوحدات دون مشي أولا أأتي إلى هنا أقوم بقية سمك الجدان DI ENTER من هنا إلى هنا ترعيضنا 30 سنتيمتر جميل أولا أذهب إلى شرحة الأول وأقوم بضبط الوحدة YQ Units ENTER من هنا أختار السنتيمتر ثم ألغط على OK بعد ذلك أقوم بضبط السلم AS DI ENTER ومن هنا أختار أي سلم مثلا هذا السلم 1 إلى 10 OK END بعد ذلك أستدعي الأمر WC أضغط إلى شرحة الأوامل WC أضغط ENTER ستظهر لنا هذه أنه تراحضون لدينا أربعة حالة الحالة الأولى الثانية الثالثة والرابي أبتبئ الحالة الأولى لو نأتي إلى هذه الإيقونة الصغيرة أضغط عليها ستظهر لنا هذه النفذة من خلالها يمكننا عمل للحالة الحالة الأولى الثانية الثالثة والرابي أبدأ بهذه الحالة كما ذكرت سيطلب مننا في الأسفل أن نختار الجدار مثلا أختار هذا الجدار تراحضون أنه ظهرت معنا مشكلة نفس الدرس السابق يعني نقوم بضبط الأبعاد الخاصة بالتأثيذ فقط أضغط على البي ميلي كيبورد ستظهر لنا هذه النفذة تراحضون أن جميع الوحدات هي هنا بالميلي متر لإرجاعها إلى السنتيمتر نقوم بضغط على زاد ديفولت فاليو أضغط عليها تراحضون أن تم تحويلها إلى السنتيمتر الآن أضغط على أوكي ستراحضون أن يمكننا عمل التأثيث بطريقة سهلة جدا كذلك يمكننا سحب التأثيث إلى الأعلى أو إلى الأسفل يعني نختار جهة التأثيث نقوم بعمل زوم هكذا تراحضون أن تم أعطائنا هذه النتيجة لو نأتي إلى الأسفل ستراحضون أن لدينا أربع خيارات لدينا الرانج مول سين فليكسيبليتي والبرامتر البرامتر ستقوم بعملها الآن يعني ضغطنا على البي الرانج لاحظة عندما أضغط على الـ A يعني الاختصاء الخاص بالرانج مول أي الحالة الثانية الثالثة والربع أي أرجع إلى الحالة أبتبئ الحالة الأولى سأضع عندما أضغط على الـ S من الأسفل يعني السينك يتم التنقل بين السينك هكذا سأختار هذا النوع لدينا الفليكسيبليتي ما هو الفليكسيبليتي لدينا حالتين الحالة الأولى هي في الحالة الافتراضية يتم توزيع التأثيث على المسافة التي نحددها يعني لدينا هذه المسافة سأضع عندما أقوم بشحبه إلى اليمين يعطينا عدد المغاز أما أضغط على الـ F من الكيبور الآن راحضوا ماذا يحضر يتم عمل التأثيث حسب هذه الحالة يعني يتم توزيع التأثيث حسب أبعاد التقسيمات التي نحددها نحن راحضوا مثلا أختار هكذا عادا يعني هذه الحالة الأولى نتقل هنا إلى الحالة الثانية WC Enter أختار هذا النوع أوكي أختار الجدار وأقوم بسحبه إلى هنا تلاحظون تم الحفاظ على الفلكسيبيليتي الثاني راحضوا عندما أضغط على F يتم توزيعه على المسافة التي نحدده بينما أضغط على F سيتم توزيعه حسب أبعاد التقسيمات السؤال الذي قد يطرحه البعض كيف نقوم بتحديد التقسيم؟ فقط أضغط على PMI Keyboard ستلاحظون من هنا لدينا مجموعة من الأبعاد بما أننا نعمل على المراحيظ الأبعاد الخاصة بالمراحيظ هي هنا في هذه الخانات الثلاث لدينا من هنا Partition Width ومن هنا Partition Dips ومن هنا سمك الجدار الفاصل يعني من هنا لدينا العرض الخاص بالتقسيمة من هنا الطول الخاص بالتقسيمة ومن هنا العرض الخاص بالتقسيمة لاحظوا نتذكر هذه القيم لدينا من هنا السمك الخاص بالجدار هو أربعة الطول الخاص بالتقسيمة هو مئة وعشرون والعرض الخاص بالتقسيمة هو تسعون أضغط أوكي وأحافظ على نفس هذه القيم كذلك من الأسفل يمكننا تغيير الكلوز مثلا C هكذا يتم الانتقال بين أنواع الكارسي الموجودة في هذه الإضاءة يمكن كذلك تغيير الباب أضغط على D يعطينا هذه الحالة الأولى والحلائس أحافظ على نفس الإعدادات الآن أأتي لأتأكد فقط من الأبع أضغط على DD يعني هذا الأمر الخاص بالإضافة أقوم بقياس الطول من هنا إلى هنا تلاحظ أنه نفسه مئة وعشرون إنتل الآن أقوم بقياس العرض من هنا إلى هنا ستلاحظ أنه تسعون أأتي إلى هنا أتأكد من سمك الجدران ستلاحظ أنه أربعة سنت مئة أقوم بعمل مثال آخر سأقوم بحث هذه DD WC Enter أختار نفس هذا الخيار OK وأضغط على LP حتى أقوم بالتعديل أو قبل ذلك أقوم باختيار الجدع بعد ذلك أقوم بضغط على LP حتى أقوم بضبط الوحد مثلا من هنا العرض أقوم بجعله يساوي مثلا 80 ومن هنا الطول أقوم بجعله يساوي 110 ومن هنا سمك الجدر أقوم بجعله يساوي 5 سنتيمتر أضغط على OK وأقوم بسعبه إلى هنا الآن أقوم بتغيير مثلا الكلوستول أضغط على S أختار هذا النوع الآن أأتي إلى هنا وأتأكد من الأبعد هذه قطبة ظهورية جدا dd العرض من هذه النقطة إلى هذه النقطة ستراحظون هو 8 يعني نفس القمل التي قمنا بإدخال enter من هنا إلى هنا 110 نفس القمل التي قمنا بإدخال أتأكد من الجدران dd من هنا إلى هنا تلاحظون هي 5 سنتيمتر يعني نفس القمل التي قمنا بإدخال كذلك يمكننا التحكم في الأبواب delete wc enter أختار هذا النوع OK أختار الجدار أقوم بتغيير نوع close tool هذا النوع مثلا أضغط على B ستلاحظون من هنا لدينا في الأسفل السمك الخاص أو عرض الفتح من هنا هو 60 مثلا أنا أقوم بإجعل تسوي 70 OK الآن أقوم بقياس الفتح dd enter من هنا إلى هنا تلاحظون هي 7 يعني هكذا يمكننا التحكم في مختلف الأبعاد الخاصة بهذه التقسيم أنتقل مثال آخر WC enter مثلا أختار هذا النوع OK من هنا وأقوم بسحبه إلى هنا كذلك يمكننا التحكم في الأبعاد الخاصة به من خلال هذه من هذا الخيار يعني في هذه الخلال أيضا يوجد هذا الخيار يمكننا نعمل offset من الجدار في الحالة default هي 0 أترك هو 0 أضغط على أوكي لاحظوا يتم تغيير الشاو مثلا أختار هذا النوع كذلك يمكن تغيير الأبواب أضغط على D أو هكذا كذلك لو أذهب إلى البرامتر يمكننا التحكم في الأبعاد الخاصة به لدينا من هنا العرض ومن هنا الطوب ومن هنا سمك الجيدة يعني في المراحيل من هنا في الحمامات من هنا وفي المراحيل الخاصة باليوريون من هنا أضغط أوكي أقوم بسحبه إلى هنا أعطنا هذه النتيجة باختصار هذا الدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة